معظم وظيف الجسم اللي مش بنقدر متحكم فيها زي مثلا حركة عضلات القلب والهضم والانقباط وانبساط الأوعية الدموية وكمان زي أفرزات الغدد كل دي وظيف مش بتكون تحت إرادة الإنساء والجهاز اللي بتحكم فيها هو الجهاز العصبي الذاتي Autonomic Nervous System الجهاز العصب الذاتي هو جزء من الجهاز العصبي الطرفي يعني عبارة عن عصاب بتخرج يا إما من الدماغ أو النفاع الشوكي الجهاز العصب الذاتي بيتكون من جهاز عصبي سيمباساوي Sympathetic Nervous System وجهاز عصبي باراسيمباساوي باراسيمباساتيك Nervous System الجهاز العصبي السيمباساوي وظيفته بتتلخص في كلمة أو في جملة fight and flight يعني بيشتغل في حالة الكتال والغروب يعني هو المعروف باسم جهاز الطوارئ يعني مثلا الجهاز اللي بيزود ضغط الدم وبيزود النبض وكمان بيقوي الانقباض كل دي حاجات بتحصل في حالة الطوارئ وكمان في وقت الكتال أو الغروب بيحصل اتساع في حدقة العين وزيادة في إفراز هيرمون الأدرينالين اللي هو هيرمون الطوارئ واللي برضو بيكون معروف باسم الابنفران وكمان الجهاز السيمباساوي بيزود سكر الدم بسبب تكسير الجلايكوجين اللي بيكون متخزن في الكبد فبيتحول إلى جلوكوز ويكون موبود في الدم وبالتالي بيسبب زيادة سكر الدم كل دي حاجات بيعملها الجهاز العصبي السيمباساوي كمان وانت فصت الخناء أو بتغرب من الخناء مش هينفع توقف الخناء وتقول لهم هروح اعمل حمام لان الجهاز العصبي السيمباساوي لما بيشتغل بيسبب انبساط المسانة فبتكبر في حجمها وبتستوعب كمية أكبر من البول وبتمنع الاحساس بالرغبة في التبول الجهاز العصبي البارا سيمباساوي بيشتغل عكس السيمباساوي في معظم الوظائف معظم الوظائف مش كلها وهنعرف لي دلوقتي وظيفة الجهاز العصبي البارا سيمباساوي بتتلخص في جملة Rest and Digest يعني بيشتغل في وقت الراحة والهضم يعني كده الجهاز العصبي البارا سيمباساوي هو اللي بيقلل من معدل النبض وكمان بيقلل موقوط الانكباض وطالما وقت الراحة يبقى برضو بيديع حضقة العين على عكس الجهاز السيمباساوي البارا سيمباساوي بيزود اي حاجة لها علاقة بالهضم ما احنا خلاص قلنا Rest and Digest يبقى اكيد هو اللي بيزود افرازات اللعاب وكمان بيزود افرازات البنكرياس وبيسبب زيادة افرازات الغدد المعيدية وبيسبب انكباض الحويصلة الصفروية وانكباض اللوعية اللي بتكون موجودة في جدار المعدة والأمعاء والقولون كده فهمنا الفكرة بشكل عام وفي الاخر هنرتبهم في جدول حلو كده علشان ما ننساهمش تعالى بقى نعرف الالياف العصبية لكل جهاز بتخرج منين او بتنشع منين في الجسم بالنسبة للجهاز العصبي السمبساوي أليافه العصبية بتخرج من المنطقة الصدرية او القطنية للنخاع الشوكي يعني كده كل أليافه من العصاب الشوكية بس فمثلا دلوقتي لو قلتلك العصاب اللي بتزود نبض القلب بتخرج منين هتقول لي طالما بتزود نبض القلب يبقى كده جهاز عصبي سمبساوي والسمبساوي أليافه يئمة من المنطقة الصدرية او القطنية للنخاع الشوكي والقلب بيكون موجود في منطقة الصدر يبقى كده العلياف العصبية اللي بتزود نبض القلب بتنشأ من المنطقة الصدرية للنخاع الشوكي وهكذا إنما الجهاز العصبي الباراسم بساوي عصابه بتنشأ من منطقة جزع الدماغ والمنطقة العجزية جزع الدماغ بيشمل كل من الدماغ المتوسط وكنطر الدفارون والنخاع المستطيل طيب دلوقتي لما أقول لك أي منطقة بينشأ منها النيف العصبي اللي بيسبب انقباض المسانة هتقول لي انقباض المسانة ده شغل الجهاز العصبي الباراسم بساوي وأليافه يأم من جزع الدماغ أو من المنطقة العجزية في النخاع الشوكي والمسانة بتكون أعرب للمنطقة العجزية فبقى كده النيف العصبي اللي بيكون مسهول عن انقباض المسانة بينشأ من المنطقة العجزية التابعة للجهاز العصبي الباراسم بساوي وهكذا فدلوقتي تعالى نعمل مقارنة ما بين دور الجهاز العصبي السم بساوي ودور الجهاز العصبي الباراسم بساوي بالنسبة للعين الجهاز العصبي السم بساوي بيعمل على تساع حضقة العين وطالما حضقة العين يبقى كده الألياف العصبية المسؤولة عن تساع حضقة العين هيكون منشأها هي المنطقة الصدرية المنطقة الصدرية لأنها بتكون تابعة للجهاز العصبي السم بساوي أما الجهاز العصبي الباراسم بساوي بيكون عكسه وبالتالي بيعمل على تدييق حضقة العين وتبقى الالياف اللي بتعمل على تضييق حضقة العين منشأها هيكون من منطقة جزع الدماغ التابعة للجهاز العصبي البارا سمبساوي بالنسبة للغدد اللعبية الجهاز العصب السمبساوي بيقلل إفراز الغدد اللعبية على عكس طبعا البارا السمبساوي اللي ونظفته رست وديجست يعني كده هضم فهو أنه هيسبب إفراز الغدد اللعبية هيسبب زيادة إفراز الغدد اللعبية طيب بالنسبة للجهاز التنفسي جهاز العصبي السنبساوي بيسبب انبساط الكصايبات الهوائية انبساط يعني اتساع الكصايبات الهوائية وكمان بيصبط يعني بيقلل من افرزاتها على عكس طبعا الجهاز العصبي البارس انبساوي اللي بيسبب انكباض الكصايبات الهوائية وبيزود من افرزاتها علشان كده في مرض اسمه الرابو الرابو اللي هو عراضه كحة ببلغم من اساليب علاج مرض الرابو هو التأثير على الجهاز العصبي السنبساوي فلما بينشط الجهاز العصب السمبساوي بيسبب انبساط القصبة الهوائية يعني بيسبب توسعها وبيقلل من افرازتها علشان يقلل شوية من اعراض مرض الرم طيب بالنسبة للقلب خلاص بالنسبة للقلب عرفنا ان الجهاز العصب السمبساوي بيزود معدل النبض وبيزود من قوة الانكوباد على العكس البارة السمبساوي اللي بيقلل من معدل النبض وبرضه بيقلل من قوة الانكوباد طيب العصاب اللي بتسبب زيادة نبض القلب طبعا هيكون منشاها من المنطقة الصدرية للنخاع الشوكي والعصاب اللي بتقلل نبض القلب هيكون منشاها من منطقة جزع الدماغ الأوعية الدموية الجهاز العصب السمبساوي بسبب انقباض الأوعية اللي بتكون موجودة في الجلد والعشاء اللي هي الأمعاء يعني والغدد اللعبية والدماغ والأعضاء التناسلية والرئة على العكس طبعا الجهاز العصب السمبساوي اللي بسبب انقباضات اللوعية اللي بتكون موجودة في الغدد اللعبية والأعضاء التناسلية وبالنسبة للقناء الهضمية طبعا الجهاز العصب السمبساوي بيقلل بيقلل من إفرازات القناء الهضمية وبالتالي بيسبب انقباضات كلها من جدار المعدة والأمعاء والقولون وطبعا الجهاز العصبي السمبساوي رست وتيجست يعني هضم يعني كده هيسبب زيادة إفراز القناء الهضمية يعني هيسبب انقباض الجدار المعدة والأمعاء والقولون وخلاص كده احنا الحتة دي فعمناها كويس جدا طيب بالنسبة للكبد الجهاز العصبي السمبساوي بيسبب تكسير الجلايكوجين اللي متخزن في الكبد فبيزود كمية الجلوكوز الموجودة في الدم يعني بيزود مستوى السكر في الدم طيب وبالنسبة للجهاز العصبي البرس المساوي بيسبب انقباض الحويصلة الصفروية اللي بتكون موجودة أسفل الكبد طيب بالنسبة لنخيعة الغدة الكذرية احنا عندنا غدة اسمها الغدة الكذرية بتكون موجودة فوق الكلية ممكن نقول عليها برضو الغدة الفوق كنوية الغدة دي بيكون لها كشرة ونخيعة الكشرة من اسمها بتكون موجودة جهة الخارج والنخاع بيكون موجود في المركز النخاع ده هو اللي بيفرز هرمون الأدرينالين أو المعروب باسم الإبنفرن طب احنا معنا الجهاز السمبساوي قلنا إنه هو جهاز الطوارئ وطبعا هرمون الأدرينالين هو هرمون الطوارئ وبالتالي كده تأثير الجهاز العصبي السمبساوي هو إنه بيسبب إفراز هرمون الأدرينالين وبالتالي بيرفع ضغط الدم وبيزود سرعة القلب وبيزود كمان من مستوى السكر في الدم ولكن الجهاز العصب البراسين بسوي أصلا عصابه مش بتكون متصلة بالمنطقة دي علشان كده احنا قلنا ان الجهازين بيكونوا عكس بعض في معظم الوظائف مش في كل الوظائف يعني مثلا لو جيت قلتلك ان الجهاز العصب البراسين بسوي بيقلل افراز الادرينالين هتقولي طبعا غلط لان الجهاز العصبي البراسين بسوي اليافه أصلا الياف العصبية مش بتكون متصلة بمنطقة نخاع الغدة الكذرية وبالتالي البرسنبساوي السنبساوي بيكون عكس بعض في معظم الوظيف مش في كل الوظيف واخر حاجة المسانة البولية المسانة البولية الجهاز العصبي السنبساوي بيعمل على انبساط المسانة وبالتالي الالياف اللي بتكون مسؤولة عن انبساط المسانة بيكون مكانها او بيكون منشها من المنطقة القطنية التابعة للجهاز السنبساوي ولكن الجهاز العصب البرسنبساوي بيسبب انقباض المسانة وبالتالي كده الألياف اللي بتسبب انقباض المسانة أنه بيكون مكانها أو منشاها المنطقة العجزية للنخاع الشوكي اشتركوا في القناة